شركة إنتاج الأفكار Idea Production Company أحدث إصدارات المركز الأكاديمي للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب مع الكاتبة مريم شوقية عبد الرحمن في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني بين الحاجة والتطبيق في التعليم كتابنا هذا يتكون من أربعة فصول متكاملة الفصل الأول بعنوان التحول الرقمي في التعليم مدخلا لاستخدام الذكاء الاصطناعي وقد تضمن محتوى هذا الفصل ثلاثة محاور وهي مشكلات التعليم في الوطن العربي والتحول الرقمي في التعليم وبعض نماذج تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم وجاء الفصل الثاني بعنوان إطار مفاهيمي عن الذكاء الاصطناعي وقد تضمن هذا الفصل العديد من المحاور الفرعية مثل مفهوم الذكاء الاصطناعي ونشأة الذكاء الاصطناعي وأهميته وفوائده وخصائصه ومكوناته وتأثيراته وتحدياته وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم واجتمل هذا الفصل على عدة محاور فرعية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي وفي تحسين التعليم وفي دعم الأساتذة والمعلمين وتطبيقاته في إدارة المؤسسات التعليمية وتطبيقاته في دعم وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وأما الفصل الرابع والأثير بعنوان الأمن السبراني في التعليم واحتوى على كل ما يتعلق بالأمن السبراني بدأ من المفهوم ومرورا بالأهداف والأهمية والأبعاد وانتهاء بتهديدات الأمن السبراني وبعض التطبيقات والأدوات المساعدة لتنميته يمكنك الحصول على نسختك من خلال مبادرة سالي القصاص تحت شعار إيد واحدة بالتعاون مع شركة إنتاج الأفكار ويمكنك أيضا الحصول على كود الخصم من متجرنا عن طريق حملة العالم يتحدى تحت شعار أنا أؤيد سالي القصاص وضد سرقة الأفكار بادر بحجز نسختك المجانية الآن العدد محدود علامة حقوق الطبع والنشر 2024 حقوق النسخ محفوظة شركة إنتاج الأفكار إخراج سالي القصاص